أثارت التصريحات الأخيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن جاسم بشأن محاربة الإرهاب ردود فعل كثيرة ومواقف ذهبت في مجملها إلى طرح تساؤلات ونقاط استفهام عن مقاصد الأمير القطري فالحديث عن اتفاق على محاربة الإرهاب واختلاف في تحديد جذوره هو صلب المشكلة التي تعكس تعارضا في الرؤية وازدواجية في الخطاب إذ تذهب الوقائع إلى التأكيد على أن الدوحة دعمت ومولت جماعات إرهابية على امتداد المنطقة واحتضنت أيضا تنظيم الإخوان الذي شكل أحد أبرز جذور الإرهاب نرحب بضيفينا من جدة الكاتب الصحفي بسام فتيني ومن المنامة الخبير الأمني بدر الحمادي وأبدأ معك أستاذ بسام يعني منذ قمم الرياض الثلاث هذا الانسحاب التكتيكي للدوحة من تطبيق التزاماتها والتزامات الدولية التي تعهدت بها في الرياض ألم يقلب كل الموازين وألم يكشف هذا التاريخ الحافل ماذا تبدل ليتبدل خطاب أمير قطر اليوم يعني ربما هي استكمال لمرحلة تطويل حبال الأزمة ومراوغة وتزييف الحقائق ومحاولة الخروج من القضية الأم قضية قطر الأمة اليوم ليس مجرد خلاف في وجهات نظر أو خلاف سياسي قضية اليوم هي نكوث السياسة القطرية بكثير من تفاقياتها فيه والتي أقرت بالالتزام بها منذ سنوات ولكن بالتحديد منذ نهايات 2013 والتوقيع على الميثاق إن صح التعبير في 2014 مشكلة قطر اليوم أن هذا الانفصام في الشخصية السياسية أصبح واضحا للعيال قطر تقول بأنها قوية اقتصادية وتستطيع بالمال أن تفعل كل شيء ومع ذلك هي تستنزف صندوق السيادي وتم سحب أكثر من 40 مليار في حدود ثلاثة أشهر حتى الآن ماذا لو استمرت الأزمة لذلك حين يكون هناك حراك في داخل قطر وهو بالمناسبة لا يتم إظهاره بطبيعة الحال من الجانب القطري لكنه تحرك مبرر لأن ثروات قطر وطريقة إدارة دولة قطر لا تتجه باتجاه صحيح ربما على قطر اليوم أن تتحرك داخليا فعلا لأنها أولا الأزمة الداخلية الحقيقية لأنها يتم أو محاولة تكميمها وإسكاتها ولو بالاعتقالات أو سحب الجنسيات كما حدث في واحدة من القبائل الكبرى في قطر وبالتالي جوابا على سؤالك هذا طبيعي أن يتم أن يحاول تميم تغيير المسار أو إبعاد النظار نحو القضية الحقيقية لقضايا أخرى وأنا أعتقد بتحليلا لما يحدث منذ نشو الأزمة ربما تميم في هذه الجولة ويحاول صرف مبالغ أكبر أو دفع مبالغ أعلى لبعض الشركات البي آر التي حاولت في فترة ماضية تحسين أو تحوير أو تضليل الرأي العام ولكن أعتقد أن كل هذا لن يجدي إلا إذا توجه إلى الرياض مباشرة أستاذ بدر أيضا أوحى قطر بأنها ستعدل قوانين مواجهة إرهاب هذه اللوائح أيضا طرد عدد من قيادات الإخوانية التي تحتضنها وتمويلها الدوحة كل ذلك لم تلتزم به وهذا أيضا ما ظهر في كلام أمير قطر عدم هذه النية بالالتزام المباشر بمقرارات قمم الرياض تحية لسكاي نيوز ولي ضيفك الكريم وموصول إلى شخصك طبعا لما نعود إلى تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونعود لعام 2004 ونتذكر ما تم بالنسبة للاتفاقية الأمنية لمحاربة وتجفيف منابع الأرهاب بحضور المغفور له الأمير نايف بن أبل عزيز في الكويت وكان بحضور الأمين العام القطري عبد الرحمن العطية فكان في 5 مايو وكان هذا الاتفاق حسب ما أتى من نتائج واتهامات بسبب 11-11 سبتمبر التي حدثت في أمريكا فكانت هناك زمرة خارجة أو تدعي الإسلام واتهمت فكان الاتهام كنقول ظالما لأنه كان في تعميم على الدول الإسلامية فقطر كانت من ضمن هذه الدول الست لمجلس التعاون دول الخليج العربي ولم تلتزم بهذا المضمون الذي كان فيه إشادة من الأمين العام لمجلس التعاون أبرحمن العطية القطرية الجنسية الذي يمثل الأمين العام وهو الشخص الذي يصل بكل الغيادات والتنسيق العام لكل وزراء الداخلية والعدل في ذاك الأيام فأعتقد أن قطر ليست الدولة التي نعود فيها إلى تاريخ عام 2013 والتفاقية المكملة لها لعام 2014 فالتفاقية في عام 2013 كانت موجودة بسبب الخروج على نص وروح الميثاق لمجلس التعاون دول الخليج العربي في محاربة الأرهاب وكانت قطر ترعى الأرهاب بكل أشكاله وتموله من ذلك الحين وما قبل ذلك التاريخ من 2004 فأعتقد أن الاتفاقية التي وقعت بخط اليد أمام المغفور له خادم الحرمين الشريفين السابق عبدالله بن العزيز وبتوقيع تميم وبحضور أمير دولة الكويت وهو الوسيط الآن في هذه الأزمة التي قاطعت الدول الأربح لقطر فكان فيه اتفاقية ووقعت الدول الست بما فيها قطر على هذه الاتفاقية وبنودها 13 فمهما تكلم أمير قطر تميم فهو يحمل إرث كبير من الإرهاب والقفز على هذه المواثيق ومن ضمنها ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقية ممارسة اجتثاث منابع الإرهاب الذي كان في صميم هذا الشيء والاتفاقية العربية لعام 1998 التي كانت تحت بند 290 فقطر عضو في جامعة الدول العربية وعضو في مجلس التعاون ولكن قطر كانت مع الأسف الشديد وبكل صراحة غير أمينة وغير ملتزمة بكل الاتفاقيات وكانت أمام التحدي الكبير في الاجتماع الذي كان للدول الإسلامية الخمسة وخمسين مع أمريكا فأعتقد أن هذا الموضوع يعود بنا إلى تاريخ سابق قديم وهو عام 2004 وبالتحديد في 5 مايو فقطر وتميم هو يمثل الحكم السابق لأبيه حمد بن خليفة مع رئيس الوزراء حمد بن جاسم فهؤلاء هم رعاة الإرهاب ومكاثين العهود والاتفاقيات وكل الآليات التي كانت تحث وتوقع من قبل قطر فصد بسام هذه الأدلة وهذه الوقائع أيضا جاءت في هذا الكلام الضمني عندما يتحدث أمير قطر عن البحث عن أسباب الإرهاب وربما اختفاء جذور كل الأعمال الإرهابية هذا الخروج عن الإجماع الخليجي عن الموقف العربي الموحد وأيضا مواجهة كل الدعوات الأوروبية والدعوات الأمريكية من ضمنها دعامات الرئيس دونالد ترامب التي دعت الدوحة لوقف دعهمها لشخصيات محددة والقيادة القطرية لم تتراجع لم تعود السياسة القطرية تتسق مع الروح ولا النظام العام لمجلس التعامل الخليجي لذلك أنا أقول لابد من التحرك من الداخل القطري اليوم رغم كل ما يمكن أن تسوق قطر عبر تصريحات مسؤولية وحتى تميم نفسه رأيي الشخصي لا يمكن أن تعود المياه لمجاريها بهذا الشكل لا يمكن لا يمكن أن يعود المجلس التعامل الخليجي ومن ضمنه قطر كما كان في السابق بوجود حمد بن خليفة وحمد بن جاسم أو حتى تميم أنا أعتقد أن جميع محاولات سياسة النفس الطويل استنفذت من جانب الدول نحو الجانب القطري ولذلك أنا حين أكرر الداخل القطري نظرا لأن هناك مؤشرات قوية على أن هناك حالة عدم رضا حتى من بعض المسؤولين ولكن لا يمكن أن يبوحوا بهذا الشيء دعني أعطيك مثال ربما قريب جدا بالأمس في جينيف كان رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية في المجلس يناقش وربما حاول الإبتعاد عن جزئية السؤال عن الحاج القطر الذي تم اعتقاله وجه له أحد الصحفيين سؤال بباشر وبالمناسبة رئيس اللجنة هو علي بن صميخ المري وهو ينتمي للقبيلة التي تم سحب جنسيتها في قطر نفسها ولذلك حتى هذا الشخص حاول أن يكون دبلوماسي ولكن تسقط الدبلوماسية أمام الحقائق أحيانا لذلك هو اعترف وهذا موجود ومسجل اعترف ضمنا وتصريحا بأن اعتقال هذا الحاج القطري كان بسبب خرقه لأنظمة وقوانين بلده بحكم أنه ضمن القطاع العسكري لكن المفاجأة بالعودة إلى القانون أو إلى البنت 87 و88 في النظام القطري للخدمة العسكرية يؤكد أنه لم يخترق هذا الحاج النظام بل بالعكس وبحكم طبيعة بين قوسين طبيعة الجانب القطري في التعاون مع الأجهزة الحكومية يوجد في القيادات أو أفراد الأشخاص العاملين في القطاع العمني أشخاص غير قطريين ومع ذلك يسمح لهم بتأدية فريضة الحاج وتأدية بعض المهام والحصول على إجازات رسمية موجودة بالنظام أو لسبب تأدياتهم لشعائرهم الديني وبالتالي سقطت هذه الحجة من الجانب القطري رغم أنه لاحظ أن جميع وسائل العالم القطرية أكدت من جانبها وهذا غير صحيح أن هذا الحج كان خاليا من القطريين ثم تعترف باعتقال حاج قطري وتحاول تزييف الحقيقة بأن اعتقاله ليس بسبب ذهاب الحج ولكن بسبب اقتراقه للنظام ثم يتضح أن النظام أصلا يقترق كل هذا التخبط السياسي ومحاولة تزييف الحقائق يؤكد أن قطر أو السياسة القطرية تتجه نحو الهاوية كل المؤشرات تدلع ذلك كل ما نرجوه أن لا يصحو الشعب القطري يوما ويجد نفسه في دولة مديونة تم تبديد أموالها أو لا سمح الله يمكن أن تصل إلى مراحل أسوأ في البعد الاجتماعي والسياسي وربما حتى بعد اقتصادي وهذا ما لا نرجوه لذلك نعول دائما على الوساطات الحقيقية لكن الجانب القطري لا يعطي فرصة ويخذل حتى الوساطات وربما كان آخرها مع الوساطة الكويتية بل وحتى حين ذهب أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذكر كلاما ناقضته قطر بعد أقل من ساعات حين بادر تميم بالاتصال بالولاي العهد السعودي ثم للمرة المليون اختلفت الأقوال مع الأفعال وباقي القصة معروف طبعا بأن المملكة اتخذت موقف واضح وقوي حين تتطابق الأقوال مع الأفعال حينها ربما تعود قطر على طاولة الحوار بشكل صحيح ولكن ربما اليوم السفينة القطرية يقودها أكثر من قبطان وبالتالي لا يمكن أن تتعامل مع كيان لا يتعامل مع باقي الأطراف كدولة بل كتنظيم أو كميليشيا أو سميها ما شات هوية السياسة القطرية عند جيرانها مهتزة جدا ولا يمكن التعامل معها بهذا الشكل في هذه الأوضاع عندما يدعو الأمير تميم من برلين أيضا إلى البحث عن أسباب التطرف وربما عن الأهداف لهذا التطرف فترد عليها الصحف الألمانية بشكل مباشر بتقارير مفصلة أبرزها ديرشبيغا التي قالت على ألمانيا وعلى المستشارة الألمانية أن تنأى بنفسها عن قطر المتورطة في عدد كبير من الملفات والجماعات وفي مقدمها جماعة الإخوان هذه النظرة الأوروبية الثقبة والواضحة إلى الدوحة للتدعم الإخوان وخطورة ذلك في العقود الثلاثة الماضية نرجع إلى مسألة المصادر الأمريكية التي ذكرت أن قطر تهربت من التوقيع على اتفاقية تمويل الإرهاب من عام 2016 وقبل ما نعود إلى المقاطعة من الدول الأربع لقطر كذلك بشهر أو بفترة بسيطة عاد من جديد موضوع طرح الأمريكي على أساس أن قطر تلتزم بمحاربة تمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب فقطر وضعت نفسها بعد ذلك أمام المقاطعة العربية من الدول الأربع فوجدت نفسها بعد ذلك في تاريخ 17 يوليو 2017 ترضخ لهذه الاتفاقية الأمريكية ربما كانت في فكرها أن ربما تكون الدول الأربع المقاطعة سوف ترضى بهذه النتيجة التي تمت بين أمريكا والدوحة ولكن لما نعود إلى سؤالك الكريم نجد أن هذا الموضوع ليس فقط بالنسبة إلى أمريكا بل كما ذكرت في أوروبا لأن قطر من المعروف عنها أنه تأوي الحزب الإرهابي لإخوان المسلمين وحزب إخوان المسلمين الإرهابي متواجد في كثير من بقاع دول العالم وبالأخص في أوروبا وربما الكثير منهم من منح الجنسية الأوروبية في هذه الدول وقاموا بممارسات دينية وشعارات دينية مسموحة ولكن بتنظيم الإرهابي تحت مضلة الإرهاب الدولي لتنظيم إخوان المسلمين وكثير من العمليات التي شارك فيها أو تهم فيها عناصر عربية أو إسلامية نجد أن هؤلاء لهم جذور عميقة في هذا التنظيم الإرهابي بكل أشكاله ومواصفاته وتنظيماته العنقودية فلما تقول أن ألمانيا سوف تكون تتدخل في الادعاء العام والقضاء أو المساء الأمنية في قطر فتذكر قطر أن هي تعدي على سيادتها من الدول الأربع فكيف لها أن تكون تعدى عليها الفريق الأمريكي في رصد ومتابعة الخزينة المالية في الدوحة وكذلك تدخل ألمانيا في شؤونها الأمنية في مسألة متابعة المدعي العام الموجود في قطر بسبب أن قطر عميقة في الإرهاب وتمول الإرهاب وتدعم الإرهاب فهذه جعل من هذه الدول القربية سندا لموضوع الدول الأربع التي تحارب الإرهاب وقطر كانت أحدى الدول التي وقعت عليه في عام 2004 وفي سنة 1998 في الجامعة الدول العربية مع وزراء الداخلية والعدل فأعتقد أن ألمانيا لما تتدخل تعلم علم اليغين أن ما أضر بالاتحاد الأوروبي من عمليات إرهابية كانت ولازالت تضرب حتى يوم أمس في بريطانيا هي من مجاميع إرهابية والأكثر احتمالا أن تكون من تنظيم إخوان المسلمين الإرهابي الذي تدعمه قطر وتأوي عناصره وأكثر غيادات في الدوحة فضل أستاذ أستاذ بسام إيواء قيادات إخوانية صدرت بحقهم أحكام تصل إلى الإعدام وإدانات في عمليات إرهابية وعدم تراجع الدوحة أو عدم ابتعادها عن دعم كل هؤلاء وتمويل هذه التنظيمات كيف سينعكس في المستقبل القريب بعد هذه الردود القاسية أولا من الرأي العام الأوروبي ومن عدد كبير من الحكومات هذا الموضوع له جانبين الجانب الأول هو تعامل أطراف القضية الأم الدول الأربع الآن مع هذا الوضع والبعد الآخر هو ردة الفعل لدول العالم تجاه قطر في محاولة زعزعات الأمن حتى بالريموت كنترول عن بعد عن طريق الأموال وهذا موجود وربما بوضع نوع من المقارنات أو ربط بعض الأحداث بعضها ببعض قد يؤكد ويوضح أن هناك ضلوع كبير بغض النظر عن معلومات الاستخباراتية أو حتى التي تم إظهارها للعنان ولكن كثير من الشواهد التي لا تحتاج إلى دليل تؤكد أن ضلوع قطر في دعمها وإيوائها بل واعتقادها أن هذه وجهة نظر هذا شيء مؤسف يعني دعني أستشهد مثلا بما قاله في ممثل قطر حين ادعى أن إيران دولة شريفة من يملك هذه النظرة تجاه الأمور كيف يمكن الوثوق به في التعامل مع أزمة حقيقية هو لا يراها بالشكل الصحيح وبالتالي طريقة التعامل وأليته أكيد ستكون بعيدة عن المنطق والواقع اليوم دول الأربع حين منحت قطر مهلة عشر أيام للرد على المطالب كان أول خرق لهذه المطالب أنه لم يتم الرد في الوقت الذي تم تحديده أصلا وتم إضاحه للوسيط الكويت وبالتالي حين تحاول قطر عبر الوسيط الكويتي تمرير معلومة أنها يمكن أن تجلس على طاولة الحوار بعد مرور العشر أيام هذا يؤكد أنها تحاول كسب وقت أطول لا أقل ولا أكثر لا سيمة وأن التدعيات التي حدثت بعد هذا التصريح تؤكد ذلك أولا بالاتصال الذي تم خرقه مباشرة في أقل من ساعات وثانيا وهذا الأهم هو إحراج الوسيط الكويتية مرة أخرى وأعتقد أن على الكويت اليوم أن تتخذ ربما موقف جديد يخرج من زاوية محاولة الصلح إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ووضوحا لا سيمة وأن جميع الفرص التي أتيحت لقطر كانت تقديرا للوسيط الكويتي وبالتالي أعتقد أن على الجانب الكويتي اليوم اتخاذ موقف غير ما سبق لا سيمة وأن جميع دلائل احترام هذه الوساطة غير موجود في الجانب القطري إذا كان ممثلة لا زال يرى إيران دولة شريفة إذا كان حتى الآن تميم يحاول التضليل على العالم بأنه هو من يحارب إرهاب كيف يحارب إرهاب وهو يضم داخل دولته بل وحماية الاستخبارات القطرية الشخص الذي يتهم بمحاولة اغتيال الملك عبد الله رحمه الله يوجد كمية تناقضات كبيرة بين ما يصرح به الساسة في قطر وبين الواقع الذي لا يمكن انتاوه هذا التضليل المستخدم الذي تحدث عنه أستاذ بسام قطر التي تدين الإرهاب في العلن وتدعمه سرا وفي الخفاء تفرض أيضا على هذه العواصل الأوروبية بعد هذه الجولة يعني على تسريع ساعة المحاسبة ومواجهة دعم كل هذه الجماعات المتطرفة أستاذي لنرجع إلى الرسائل التي ألزمت قطر بالتوقيع في 17 يوليو 2017 قطر في تعهداتها بمحاربة وتمويل الإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس الأمريكي أرسل رسائل مباشرة أن على قطر بالالتزام في وقف تمويل الإرهاب ودعم الإرهاب بكل أشكاله والسعي من أجل إنجاح الوساطة الكويتية ليغودها أمير الكويت الشيخ صباح في ذلك الحين ومن ضمنها كانت هناك رسالة جدا واضحة أن هناك عشر دول تستطيع احتواء القاعدة الأمريكية الموجودة على أراضي قطر في العديد ومن تستطيع أن تكون لديها هذه الدول وسوف تقوم بكل التكاليف التي تدعم نقل هذه القاعدة الأمريكية كأكبر مخزون استراتيجي عسكري في الشرق الأوسط وكما ذكر الأستاذ سعادة السفير الإماراتي يوسف الاعتيبة أن ولمح أن الإمارات العربية المتحدة لا تمس هذه الاتفاقية ولكن هي ترحب في مسألة احتواء ونقل هذه القاعدة إلى الدول العشر التي تضم 11 ألف عسكري أمريكي وحتى الإمارات من ضمنها فلما نتذكر في موضوع ما ذكرته أن قطر تريد هذه العمليات الإرهابية التي تديرها من الدوحة وتمولها أعلاميا وماديا وسلسستيا نجد أن المجتمع الدولي الآن أصبح أمام أدلة ودامقة للنظام القطري ومدى لعبه على الحبلين في مسألة التوقيع ومسألة الالتزام فنعتقد أن هذه المجاميع الأرهابية التي موجودة في قطر هي الآن من تسير النظام الحاكم في قطر وهي بهذا الشأن وفي هذا اليوم نذكر هذا الشيء أنها ما تتعامل مع الشعب القطري من القضاء العربية الموجودة لا تستطيع أن تفهم الكريزمة الخليجية لهذه الدول العربية فهذه القرارات مثل أبعاد أمير المرة من الدوحة وسلبه ممتلكاته وخمسة وخمسين فرد من آل المرة أعتقد أن هذا القرار خاطئ وليس فقط خاطئ بل هو خاطئ فادح جدا يدل على أن قطر هناك عناصر ليست بخليجية وليست من النسيج الخليجي الذي يطمئن إلى أخوانه وأشقائه فيعمل على ضرب الوحدة والأشقاء في داخل قطر وليس فقط الأشقاء في مجلس تعاون الدول العربية فقطر دولة أصبحت بهذا النظام الذي أتى فيه حمد بن خليفة ورئيس الوزراء حمد بن جاسم دولة مارقة ودولة ذات إرهاب وتريد أن تستعد الإرهاب حتى داخليا على شعبها الخبير الأمني بدر الحمادي كنت معنا من العاصمة البحرينية المنامة ومن جدة الكاتب السحفي بسان فتيني شكرا جزيلا لكما